مرحبا يعطيكم العافية معكم زميلكم آدم هندسة طاقة كهربائية عضو في فريق إسبارك اليوم إن شاء الله رح نتحدث في هذا الفيديو عن مادة هندسة الضغط العالي أو ما يعرف بالهاي بونتج هاي المادة تتحدث عن العديد من المواضيع اللي بتتعلق بشكل رئيس في تصميم وفحص معدات الضغط العالي في البداية سوف يتم التحدث عن كيفية توليد الجهود العالية لغيات الفحص ومن ثم سوف يتم التعرف على قياسات الجهد العالي وثم جهود الانهيار لكل من الغازات والسوائل والعوازل الصلبة ومن ثم سوف يتم التعرف على اتجاه مضات البرق على كل من خطوط النقل وحارفات الصواعق وقرون التفريق وأيضا سوف يتم التعرف على ضربات الصواعق على كل من الأبراج وأيضا الخطوط الأرضية أو الأستاك الأرضية ومن ثم سوف يتم التعرف على مسافات الخلوص أو ما يعرف بمسافات الهدول للموصلات عن الأرض ومن ثم سوف يتم التعرف على العوازل ووظائفها وأنواعها وأيضا سوف يتم التعرف على مساحة الزحف أو ما يعرف بطول المسار التسربي والملوثات التي يتعرض لها وأيضا سوف يتم التعرف على تنسيق العزل وزاوية التدريع أو الحماية وسوف يتم التعرف أيضا على قيود الجهد الزائد ومن ثم سوف يتم التحدث عن العزل الخارجي وأيضا عن التفريغ الجزئي وظاهرة كورونا وفي النهاية إن شاء الله سوف يتم التحدث عن قانون باشن وللتعرف على المواضيع الأخرى التي تتناوله هذه المادة زرونا على الموقع التالي